السؤال رقم 1 أثناء السير اشتعال هذا الضوء الجاذب كي يشير مستوى ضغط الزيت قليل بالزاف الجواب 1 لسخونة زيت المحرك الجواب جوج من الواجب نضيف الزيت الجواب 3 السؤال رقم زوج بالليل يمكن لي نستعمل ضواو الوضع وحدهم للسير خارج تجمعات وفطريق مضوية الجواب 1 داخل تجمعات وفطريق ضليمة الجواب زوج داخل تجمعات وفطريق مضوية الجواب 3 السؤال رقم 3 إلا ضغط على هات الزر غد نشعل جهاز إزالة وإدابة الجليد للواقية القدام ديالسيارة الجواب 1 جهاز إزالة وإدابة الجليد للواقية الخلفية ديالسيارة الجواب زوج مساحات الزاج ديال الخلف الجواب 3 السؤال رقم 4 إلى درجة الحرارة داخل جهاز تبريد الجوزات الحد لمسموح يمكن لي نوقف المحرك الجواب 1 نفتح سدادة ديال جهاز تبريد الجواب زوج نخلي المحرك يدور بسرعة قليلة 1 دقيقة الجواب 3 السؤال رقم 5 شكون هي الصهيرة بحوزيبل لمبقاتش خدامة الصفر الجواب 1 الزرقى الجواب زوج السؤال رقم 6 في هذه الحالة يمكن لي نشغل أضواء الضبابة ديال الخلف نعم الجواب 1 لا الجواب زوج سؤال رقم 7 إلى نسيت ما سديتش حزام السلامة الضوء الجادب اللي غادي يعلمني أني نسيت ما ربطش الحزام هو الضوء الجادب رقم 1 الجواب 1 رقم زوج الجواب زوج رقم 3 الجواب 3 السؤال رقم 8 من الأحسن نمسك مصباح هالوجين بمنديل الجواب 1 بالأصابع الجواب زوج السؤال رقم 8 السؤال رقم 9 منك يشعل هذا الضوء الجادب؟ هذا كي يعني؟ جهاز التسخين به عطب الجواب 1 جهاز التسخين خدام الجواب زوج السؤال رقم 10 أحسن طريقة لمراقبة زيت المحرك مني يكون المحرك؟ بارد الجواب 1 سخون الجواب زوج في طريق وطية فلوطة الجواب 3 السؤال السؤال رقم 11 أثناء السير اشتعال هذا الضوء الجادب؟ كي يشير الماء قليل في المبرد؟ الجواب 1 درجة حرارة الماء مرتفعة؟ الجواب زوج الزيت قليل الجواب 3 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السؤال رقم 12 اشتعال هذا الضوء كي ينبهني على أن العربة كتقوم بالرجوع للخلف؟ نعم الجواب 1 لا الجواب زوج ترجمة نانسي قنقر السؤال السؤال رقم 13 شنو هو الضوء الجادب اللي خاصه يشعل عند استخدام جهاز إدابة السقيع في الخلف الضوء الجادب رقم 1 الجواب 1 الضوء الجادب رقم زوج الجواب زوج الضوء الجادب رقم 3 الجواب 3 الضوء الجادب السؤال رقم 14 من الأفضل نغير مساحات الزاج في البداية دي الخريف الجواب 1 في نهاية فصل الشتاء الجواب زوج السؤال السؤال رقم 15 إلا بدلت صهيرة 5 أمبير بصهيرة 15 أمبير كين خطر وقوع حريق نعم الجواب 1 لا الجواب زوج الضوء الجادب السؤال 6 أمبير السؤال رقم 16 من الأفضل أن نقوم بمراقبة ضغط العجلات مني تكون العجلات سخونة الجواب 1 باردة الجواب زوج على طريق وطية فلوطة الجواب 3 سخونة السؤال السؤال رقم 17 أثناء السير هذا المؤشر كيشير أن المحرك مازال بارد الجواب 1 درجة الحرارة ديالو عادية الجواب زوج سخون الجواب 3 السؤال السؤال رقم 18 على العجلات كان وجدوا هذه العلامات على النقوش الرئيسية الجواب 1 على الإطار المطاطي الجواب زوج على الجوانب الجواب 3 السؤال رقم 19 هذا الضوء الجادي بكيشير على أن الضوء الحمراء ديال الخلف مشعولة الجواب 1 ضوء التقابل مشعولة الجواب زوج ضوء الطريق مشعولة الجواب 3 السؤال السؤال رقم 20 خطر نزلاق العربة كيزيد إلى كانت الحالة ديال العجلات سيئة نعم الجواب 1 لا الجواب زوج شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة